أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى بماذا انتصرت سورة الإمام الحسين بأمر الله عز وجل فقد أمر الله القلم أن يكتب ما يجري على الأرض أول ما خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب ما يجري على الأرض فأول ما كتب قتل الحسين وثاني ما كتب نصر الحسين لكن للنصر عوامل مادية إرادة الله عز وجل هو وراء انتصار الأنبياء جميعا مع أن بعضهم قتل وواحد منهم قتلوه وذبحوه وطبخوه وأكلوه لكن الأنبياء انتصروا لأغلبن أنا ورسلي كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا في الحياة الدنيا انتصار الإمام الحسين في كربلاء وبقاء ثورته وانتشارها وانتشار نوره في هذه الأرض هو بسبب وعلل منها أن الحق كان مع الحسين منها أن الحسين أعطى ثمن الانتصار أعطى إخوته وأعطى أصحابه وأعطى من نفسه وهو الوحيد الذي قتل صبرا أي أنهم قطعوا أعضاءه وهو لا يزال حيا هذا معنى قتل الإمام الحسين صبرا فأعطى كل شيء وأعطى ولده الرضيع فلمقاومته وثباته وشجاعته ولأيضا دم الرضيع وأيضا قيام السيدة زينب سلام الله عليها مقاومة زينب حمل راية الحسين هذه العوامل التي أدت إلى انتصار الإمام الحسين طبعا وراء كل ذلك إرادة الله لأنه كما أن الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون كذلك النجاح في السماء كذلك الجنة في السماء كذلك الانتصار في السماء ربنا في السماء قرر أن ينتصر الأنبياء وإن قتلوا لأن الانتصار ليس بالشخص إنما الانتصار الشخصية انتصرت مبادئ الإمام الحسين التي أرادها في هذه الأرض الإمام الحسين انتصر بمبادئه بقيمه بمثله بإرادته وأصبح نموذج انظروا الشعار الصغير من شعارات الإمام الحسين هيهات من الذلة يمكنك أن تبني حضارة على هذا الشعار وأمم كثيرة تخلصت من الاستعمار من الاحتلال تحت هذا الشعار هيهات من الذلة قبلناها فترة من الزمن نرفضها الآن ورفضها الإمام الحسين فدم الرضيع من أسباب انتصار الإمام الحسين سلام الله عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين